السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم وأخباركم ريبون برضو ما زالت الأسئلة عن كيف نفهم المصحف كيف نفهم كتاب الله كتاب الله قلنا فيه أجزاء وأقسام كثيرة فيه آيات نبوة يعني غيبيات سابقة ومستقبلية وآيات فيها الرسالة فيها افعل ولا تفعل الإعجاز وين بالغيبيات أما افعل ولا تفعل ما فيها إعجاز عندما يقول الله تعالى ماذا أن لا تعبدوا إلا الله أو وبالوالدين إحسانا أو ولا تقتلوا النفس وين الإعجاز هذا أمر هذا أمر العجاز بالغيبيات عندما يقول مثلا إذا الشمس كورت أو يقول لك مثلا قصص خلق آدم أو قصة نوح نوح عليه السلام أو قصة يغوسف عليه السلام هذه غيبيات فيها عجاز وفيها أمور تخص الباحثين أنت لو ما عرفتها ما رح الله يسألك الغيبيات ما رح الله يسألك كيف تكور الشمس هذه تفيد عجاز للعالم كله ومفيدة للبشرية كله لأن القرآن يقول هدى للناس للناس سواء ياباني ولا أمريكي ولا روسي ولا عربي ولا أفريقي هدى للناس أما الرسالة لا هدى للمتقين ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين أما القرآن شارة الرمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس جميع الناس إذن كيف تفهم المصحف كيف تفهم هذا الكتاب العظيم أول شيء الترتيب أول طريقة هي الترتيب الترتيب يش معنى بعضهم يحسبها تحسين صوت الله سبحانه وتعالى يقول وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فغادك ورتلناه ترتيلا الله يقول رتلناه ترتيلا يعني نزلناه على شكل أرتال على مدة 23 عام ورتلناه ترتيلا ثم أمرنا ورتلوا القرآن ترتيلا إذا ترتل المصحف كيف تفهم معنى مثلا الكفر تجيب الآيات كل اللي حوت الكفر تحطها قدامك يتضح المعنى مو تأخذ اللي التعضية يسمى الذين تأخذوا القرآن عظيم الله نهى عن التعضية مو تأخذ بس شيء ما هذا تقول هذا معناها أول يابلشو قاله نسخت لا ما في حاجة اسمها نسخت بالمصحف الرسالة المحمدية نسخت رسالة عيسى رسالة عيسى نسخت رسالة موسى وهكذا النسخ بين الرسالات الله سبحانه وتعالى كل فترة يرسل رسالة تخص المجتمع وتخص الناس الرسالة المحمدية عاد لأنها هي خاتم الرسالات خلال فيها كل التشريع ليصلح إلى يوم القيام إذن الترتيل تجيب الآيات اللي حوث الموضوع هذا وتحط قدامك مثلا خلق آدم تجيب الآيات كل اللي ذكرت آدم قدامك يتضح لك المحنة عشان ما تقد تأخذ بس آية وتقول له هذا المحنة هذا أول شيء الترتيل ثاني شيء خليه وضع نهاية الآيات هذا النجمة التنجيب الآية لازم تكون تامة أما تأخذ جزء من آية برضو ما نصبح لتعضيها أيضا تأخذ الآية كاملة لأن الآية بني كاملة مثلا أحيانا الآية تقى فيها كلمة واحدة مثلا الرحمة الرحمة معناته الآية هذه فيها معان ولذلك كان هو الاسم الوحيد من إسماعيل الله الذي ورد آية الرحمة لأنه يحوي الأضداد يعذب ويرحم بنفس الاسم أما الرحيم لا بس يرحم إذن التنجيم أول شيء قلنا الترتيل ثاني شيء التنجيم نهاية العاية لازم ننتبه لنهايات الآيات ثاني شيء لهو ترجيعها لجذرها بعض الكلمات ليأجيد مثلا كلمة مثلا النساء ترجع الجذرها تجي من أو النسيء ممكن النسيء على حسب عادة السياق تشوف نساء يعني إناث أو النسيء أو النسيء هذا طريقة فهم المصحف العظيم ما يبقى لها تقرأ تفسير وتقرأ التفسير أصلا كل فترة يطلع تفسير يختلف على الذي قبل لذلك يعني انتبه الناس الشيء معين أنت الأعلى بمكانك تفاصيل هذا المصحف تأخذ الاختصاص فيزياء هذا من ناحية الغيبية أما الشرائع واضح آيات واضحة ما يبقى لها تأخذ آيات محكمة وتفصيلها في نفس المصحف تفصل لكم ما حرم عليكم المحرمات موجودة بالمصحف ما يبقى لها إفتاء ولا يبقى لها أي شيء والسلام عليكم ورحمة الله إذا نسي نسي أكرونا